أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الحوارية بيحفل تاريخ الأمة الإسلامية بأحداث ووقائع عظيمة شكلت منعطفات حاسمة في مسيرة الإسلام والمسلمين من ناحية والبشرية كلها من ناحية أخرى وقد شكل شهر رمضان مسرحا زمنيا للعديد من تلك الأحداث نظرا لمكاناته العظيمة وتأثيره القوي في نفوس المسلمين والرفع من عزائمهم وتقويته هممهم أهم الأحداث التاريخية التي حدثت في شهر رمضان المعظم سلوكيات الإنسان المسلم في شهر رمضان كيف يجب أن تكون أهم مظاهر التكافل الاجتماعي التي تحدث في شهر رمضان المعظم هذه كلها أسئلة مطروحة للنقاش أمام الأستاذ الدكتور أحمد محمود البكري أستاذ لكلية الدراسات الإسلامية بنين جامعة الأزهر فرع أهلا وسهلا دكتور كل سنة وحضرتك في خير رمضان كريم على حضرتك إن شاء الله دكتور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان فيه ليلة القدر وشهر رمضان هو الأفضل من بين شهور السنة عيزة عليك من حضرتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمة المهدى والنعمة المصدى والصراج المنير أبلغ العروبة منطقة وأفصحهم لسانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين اللهم أمين شهر رمضان هو هدية الله سبحانه وتعالى لخلقه وهو المنحة الإلهية لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليدركوا ما فاتهم من الخير فهو شهر شهر للخير شهر للبركة شهر يزاد فيه رزق المؤمن شهر يضاعف فيه الحسنات شهر تصفض فيه الشياطين تفتح فيه أبواب الجنة تغلق فيه أبواب النار أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عدق من النار شهر فيه ما فيه من الخير على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحينما نقول رمضان وحينما نقول شهر الصيام لابد أن نعلم أن شهر رمضان كان معظما في الأمم السابقة والصيام كان مفروض عليهم كما ذكر بعض العلماء وليس على الناس فقط بل لو تدبرنا لوجدنا أن الصيام يعني موجود صفة الصيام كده موجودة في الكون من حولنا الصوم معنى الإمساك الإمساك نعم الإمساك فكل شيء ممسك على ما وضعه الله عليه كل إنسان كل كائن كل حجر كل كوكب كل شجر ممسك على ما وضعه الله سبحانه وتعالى عليه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهر وكل في فلك يسبحون حتى المياه التي من طبعها الامتزاج حينما أمرها الله أن لا تمتزج أطاعت وأمسكت والتزمت بأمر الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لا يبغي أحد المياه على الآخر لأمر من الله سبحانه وتعالى أمرها أم تمسك فأمسكت لذلك شهر الصيام وعبادة الصوم العبادة المتميزة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الخلق هي متوافقة تماما مع الفطرة البشرية التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها البشر لذلك ليس فيها تشجع إيزاء لبدن الإنسان ويفرح به الأطفال الصغار قبل سن التكليف ويصومون لماذا؟ لأنها عبادة فطرية فيها من الخير ما فيها الخير روحي للإنسان يرقى به الإنسان وتسمو بها النفس إلى مصاف الملائكة وفيها خير بدني فيها شفاء للأبدان وذكر الأطباء طبعا والمؤتمرات العلمية بيّنت بما لا يدع مجالا للشك كيف أن رمضان وكيف أن هذا الصيام بهذه الطريقة له منافع جمّة على تنقية الجسم من السموم وغيرها ومن أراد يطالع هذه الكتب والمؤتمرات سيجد الكثير والكثير إن شاء الله تعالى فهذا الشهر الكريم شهر خير وبركة ونفع على الإنسان بالإضافة إلى ما أنزل الله فيه سبحانه وتعالى من البركاتة نعم فيه أيضا ليلة القدر ليلة القدر اختص بها أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتدرك بها من سبقها يعني كما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجل حمل السلاح ألف شهر مجاهدا في سبيل الله فالمسلمين يعني تقالوا أعمالهم وأين نحن من هذا الرجل في الفضل فأعطاهم الله ليلة القدر خير من ألف شهر منحة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة تتنزل فيها الملائكة ويفيض فيها الله سبحانه وتعالى بالخير أكثر من عبادة 83 سنة يعني الإنسان مهما كان عمره سبحانه وتعالى يرقى إلى من هو قبله في الذين كانوا يعيشون ألف عام أو ما يقارب ذلك فهو يقاربهم بالعمل إن شاء الله تعالى دكتور بعض الناس يعتقدون أن شهر رمضان المعظم هو شهر إمساك عن الشهوات هو شهر للتعبد والصلاف فقط وليس شهر عمل بالنسبة يعني لو تكلمنا عن شهر رمضان وما فيه من النشاط والجد يعني كان شهر سبحان الله ده فيه غزوات وحروب وانتصر المسلمون فيه فمن العجيب الغريب أن يتكاسل الناس في هذا الشهر ده بالعكس يورس الإنسان خفة ونشاط عدم الأكل ده لأن الأكل الكثير ومثل المعدة يسقل البدن يسقل البدن ويقل الفكرة لذلك العلماء القدامة اللي ألفوا المؤلفات وكتبوا الدواوين الكبرى لو تدبرنا حياتهم الشخصية في الطعام والشراب كان الإنسان لا يأكل إلا القليل يعني يمكس يومه كاملا لا يأكل إلا التمرات وربما أكل حصات من ملح بقطعة من خبز وربما استفى بعض الخبز حتى لا يضيع وقته وأشياء عجيبة عجيبة جدا فلذلك كانت عقولهم مستنيرة متوقدة أخرجوا لنا علوم يعني في غاية الدقة وعلوم في غاية كذلك اللي بيعمل وينشط في هذا الشهر ده بالعكس رب العزة يعطيه للقوة مش كده وبس لا ده يعني يذهب ما في بدنه من أمراض وغير ذلك زمان بعض الناس كده كان يشتغلوا في الأجوال الشاقة منهم يعني اللي بيحمل مواد بناء ويطلع جبل كده اختراع الأوناش والأشياء دي كان يطلع على السجالة لأدوار عليا عزيمته قوية نعم وصائب يعني يقوله أنت ذو الأعمال الشاقة يعني بتطلع كده بالمسافات الكبيرة وعلى ظهرك حمل سقيل قال والله لا أفطر أبدا لذلك كان زملاء اللي هم المفطرين كان يخشى أن يقولوا أنه يعني متكاسل أنه متكاسل عشان صايم كان ينشط أكثر منهم في الصعود والنزول حتى لا يقال أنه بيأكل حقهم أو هو أقل منهم عمل فهذا نموذج هو شهر رمضان ليس شهر كسل يعني شو ده نموذج للإنسان المجد اللي يعرف يعني رمضان نعم فهذا هو الشهر الكريم نعم هو شهر العمل إذن في شهر رمضان أيضا فضيلة الدكتور بتزداد مصارف الخير عن غيره من الشهور الأخرى وأيضا بتبرز فيه وبشكل جالي مظاهر التكافل الاجتماعي نعم يعني هذا الشهر رب العزة سبحانه وتعالى علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كسرة الإنفاق فيه وقسرة البزل ولا يحتقر الإنسان القليل يخرج أي شيء من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة فإن الله يتقبلها بيميني ثم يربيها لأحدكم كما يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل كسرة الصدقة والتكافل الاجتماعي والتزاور أحيانا أولى والتقابل في المسجد في أسناك هذا يبعث السرور في القلب ويبعث على الترابط وهذه اللقائمات التي يخرجها الإنسان في مائدة الرحمن أو يخرجها لأحد فقير سرا هذا شيء فضله كبير كبير جدا يعني الكفار يوم القيامة وما سلككم في سقر رب العزيزة قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يعني تاني شيء يطعم المسكين سبحان الله بعد السلام مباشرة آه ده بعد السلام مباشرة يعني ده فضله عظيم عظيم جدا يمكن أحسن القائل حين قال من يشتري الدارة في الفردوسي يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعات مسكين بشبعته في يوم مسغبة عما الغلا فيها فهذا له فضل عظيم وإحنا طبعا في الحديث الشريف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان وكان أجود ما يكون حين يلقاه سيدنا جبريل عليه السلام ويدارسه القرآن فرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وده هو قدوتنا قدوتنا في رمضان في سلوكيات إنسانية يجب أن يتحل بها الإنسان المؤمن بشكل عام لكنها تتجلى بشكل أكبر في شهر رمضان المعابل أهم هذه السلوكيات شهر رمضان دامت دراسة تربوية عملية يعني النظام الإلهي له أبعاد أبعاد إنسانية وأبعاد أخلاقية وأبعاد روحية تهز بالنفس في الأخلاقيات التي يربيها الصيام في نفس المؤمن يعني مثلا خلق الإخلاص يعني ما في عبادة تعلم الإنسان الإخلاص التام زي الصيام ومراقبة الله سبحانه وتعالى فالصيام يستطيع الإنسان أن يفعل الزمن أو يأكل أو يشعر ما الذي يمنعه هو في المكان الخالي لكنه لا يستطيع ليه؟ لأنه مراقب لله سبحانه وتعالى لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى وإذا خلوه تبريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الإسيان ألا فاستحي من الإله وقل لها إن الذي خلق الظلامة يراني هو ده اللي سيتحقق عند الإنسان تدريب عملي على الإخلاص لمدة ستين يوم لمدة سلاسين يوم لها مدة شهر رمضان ده في عملية تعديل السلوك تعديل أو تعديل السلوك لأن السلوك كبح جماح النفس الأمارة بالسلوك وطبعا أنا عاوز أقوم الروح وأرفع من شأنها فعشان أقوم الروح فأنزل سلطان المادة عشان سلطان المادة الذي طغى على النفس بنزل شوية بعدم الطعام والشراب عشان أقدر أرفع الروح وأجعلها سامية أجعلها سامية فبالنسبة للتربية النفسية رب فينا الإخلاص ومراقبة الله ومراقبة الضمير الضمير هي محاسبة النفس كيف الإنسان يحاسب نفسه يعني إنسان كان يفعل خطأ قبل ذلك كان يرتشي كان يظلم كان يسر فإذا صامد تدريب عمل على محاسبة النفس وإيقاظ الضمير اللي داخل الإنسان يقول لك لا طب كلما سعى ليفعل شيء علم أن الله يراه علم أن الله يراقبه علم أن الله مطلع عليه فيتربى عنده خلق المراقبة أو مقام المراقبة إلى مقام المراقبة ذلك مقام عالي عند أهل التصوف وأهل الزهر كذلك مثلا الصدق يرفع من قيمة الصدق ويقوي خلق الصدق عند الإنسان يعني لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزوري والعمل به فليس الله حاجة فيه أن يدعى طعامه وشرابه أنت بتتعب نفسك وبتصوم عن الطعام والشرب ليه وأنت لسانك منطلق بالباطل والكذب والزور والكلام خلاف الواقع وهذه الأشياء المخالفة للدين والمخالفة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعي الخنى والكذب فليس الله حاجة فيه أن يدعى طعامه وشراب الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو بغيبة أو يرفث أو يصقب رفض الكلام الفاحش الصقب رفع الصوت والخصومة والجدال فده كله تهزيب للنفس وعملية تهزيب للسلوك وتهزيب السلوك دي حاجة يعني إيه علماء النفس عندما بحثوها وضعوا لها قواعد يعني أول قاعدة فيها تنمية الأمور الإيجابية عند الإنسان أو تعظيم الأمر الإيجابي عند الإنسان دكتور عندما نعرف الصيام لغة يعرف على الإمساك الصيام هو الإمساك لكن واضح من كلام حضرتك أن فكرة الصيام هي مشروع متكامل ليست مجرد إمساك فقط عن الطعام أو عن الشهوات نعم هو مشروع متكامل لتهزيب السلوك الإنساني عند المسلم بالذات عند المسلم تهزيب السلوك الإسلام فإحنا تتكلمنا هو على الصدق الصبر الصبر ده ما شاء الله الصبر ده على ثلاث أنواع إما أن يكون صبر عن محارم الله إذا أقدمت على معصية أقول لا أصبر عليها ليه؟ حسبة لله سبحانه وتعالى وإما أن يكون صبر على طاعة الله مثلا في عز الشتاء كده أتوضى ماء ساجعة وانزل أصلي في المسجد فأنا بصبر على طاعة الله في الصيام أصبر على الجوع والعطش حسبة لله سبحانه وتعالى كأنه بيجاهد مجاهدة للنفس صبر أو صبر على أقدار الله المؤلمة زي البلاءات اللي بتصيب الإنسان كمرض كذا كذا وما شابه ذلك أقدار الله المؤلمة دي حينما يصبر عليها الإنسان طبعا يؤجر على ذلك فالصبر بحيه السلاسة يتحقق في الصيام وصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله طبعا الصيام ليس بسكع الطعام والشرف فقط لكن عن معصية وصبر على أقدار الله المؤلمة صبر ذكي رب العزة بماذا يجازي عليه إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب بذلك كان الحساب بجا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أصياء إذن الصيام هو ليس مجرد إمساك عن الطعام وعن الشهوات إنما الصيام هو مشروع إسلامي أخلاقي سلوكي متكامل هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع أستاذنا دكتور أحمد محمود البكري وحديث حول أهم الأحداث والوقائع الإسلامية التي حدثت في شهر رمضان المحاصل وأرجوه رجاء لا يخير وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيور ومن كرم ومن لطف خفين ومن فرق تزول به الكروب وما لي غير باب الله باب ولا ولا مولا سواه ولا حبيب وما لغير باب الله باب لطف أول سواه ولا حبيب كريم منع بر لطيف جميل السدر للداعي مجيب مشاهدين الكرام في بعض الأحداث والمواقف والغزوات والمعارك اللي حدثت في أيام شهر رمضان المعظم ربما لحكمة إلهية ما هنتعرف من خلال الأساس الدكتور أحمد محمود البكري على بعض المحطات التاريخية اللي حدثت في شهر رمضان المعظم ونسيب لحضرتك حرية الاختيار يعني تتوقف عند بعض المعارك المهمة الأحداث المهمة اللي حدثت في أيام شهر رمضان المعظم على مدار التاريخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لو تدبرنا على شهر رمضان ومع بعض الأحداث التي حدثت في هذا الشهر الكريم سنجد من الأحداث المهمة الفارقة في تاريخ الإسلام غزوة بدر هذه الغزوة التي خرج المسلمون وكانوا لا يريدون حرب ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يلقوا عدوهم فلم يكن عندهم من الاستعداد لهذه الحرب 313 مقاتل في مقابل ألف طبعاً عنديهم استعداد وعندهم فرسان وعندهم أسلحة ودروح وغير ذلك بخلاف المسلم معه السيف فقط في يده طبعاً استشارهم المسلمين استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأبدوا استعدادهم لما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبالفعل جاءت تسبيت من الله في السنة الثانية من الرحيم آه السنة الثانية وهي السنة التي فرض فيها الصوم السنة الثانية من رمضان فكانت اللقاء الفارق في أول معركة في تاريخ الإسلام بين أهل الحق وأهل الباطل وأيّدهم الله عز وجل بجنود من عنده وظهرت آيات طبعاً أول معركة لناس كانت قريب عهد بجاهلية وقريب عهد بكفر معنى تأييد الله سبحانه وتعالى لسه ليس مستقر في عقوله يعني هي تأييدة لذلك جاء التأييد يمكن بصورة حسية أكثر لكي ينطبع في أزهان هؤلاء الناس وفي قلوب هؤلاء الناس كيف يكون تأييد الله سبحانه وتعالى حينما نزلت الملائكة لتقوي يقينا من الملائكين ومن عزائم المسلمين أثناء حربهم طبعاً لو قاتلت الملائكة لا أبادت ولكنها لتقوية عزيمة المسلمين في هذه الحرب الفارقة حتى تسمها القرآن الفرقان يوم الفرقان كانت من الغزوات الفارقة أيضاً فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد أعمى أخبار الدخول على الناس حتى فاجأهم وقد أتى يعني على حدود مكة وحدث ما حدث من مقابلة أبي سفيان وكان لا يريد قتالاً كان سنة تمانية هجرية كانت تمانية هجرية حوالي أشهر رمضان فدخل هذا البلد الحرام وهو لا يريد قتالاً لم يحدث قتال إلا منعوشات بسيطة جداً دخلها متواضعاً صلى الله عليه وسلم في عشرة ألاف من المسلمين وكسر الأصنام يعني كانت الأصنام موجودة طيلة السنوات الماضية لما كانش في القدرة أو ليس هناك أمر من الله سبحانه وتعالى بهذا الفتح حتى لا تكون يعني حتى لا يتكون هناك هذه المجابهة المجابهة وافقد فيها المسلمون الكثير ولكن حينما كان الأمر مناسباً وطبعاً كان فيه يهدنا أو معاهدة بينها ليصلح الحديبية هما نقادوها هما نقادوها طبعاً ببعض القتال وقتل بعض المسلمين فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويريد قتالاً وهنا حصل التطهير للبيت الحرام من هذه الأصنام التي كانت حوله وتعبد من دون الله وجاء الحق وزهق الباطل ومن رحمة النبي تتجلى في هذه الغزوة في أروع صورها طبعاً ناس أزوا وأخرجوه وقتلوا أصحابه وعذبوهم ماذا يكون رضي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ملك رقاب هؤلاء ماذا ما تظنون أن يفاعلون بكم؟ قالوا أخون كريم ابن أخي قال زهبوا فأنتم تلقاً فهذه من المعارك الفاصلة أيضاً من المعارك الفاصلة ما عليش أستسمحك خلينا في نفس النقطة دي إذن يعني إذا كان فتح مكة لم ترق فيه الدماء ولم تكن هناك حرب أو غزوة بالمعنى المعروف يعني لماذا أطلق عليها غزوة فتح مكة أو معركة فتح مكة؟ يعني لماذا حملت هذا الاسم أو هذا التوصيف رغم أنها ليس فيها أي ملمح من ملمح ليس معنى الغزوة أن لا بد أن يحدث فيها قتال دخول فتح نفسه فتح أو غزوة أي حاجة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان تسمى بغزوة حينما قال فرقوا بين الغزوة والمعركة والأشياء stimulate فقالوا أن الغزوة ما شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمعركة هي ما لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت دي من الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل هذا المكان وفتح مكة ليرسي فيها أنوار الحق وأنوار الهدى ويقضي فيها على الوسنية عبادة الوسنين ليعبد الناس إلها واحدا لا شريكا وبعدين كثير من سادة قريش اللي هم كانوا متجبرين أعلنوا إسلامهم وبالفعل الجميع من هذه الأخلاق العالية والفضائل السامية التي كان يتحلى بها المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا إسلامهم أبو سفيان وغيره كل هؤلاء أعلنوا إسلامهم بعد هذا الفتح قبل ما نتوقف عند محطة أخرى دكتور أنا بس أريد أن أرجع مرة تانية لغزوة جبرة وأسأل حضرتك فكرة العدد القليل اللي بيحالفه الفوز والنجاح والظفر بنتيجة جيدة في المعركة وأن هذا العدد الكبير لا يمكنه أن يحقق أي نجاحات ده إلا عبرة منه سيدك إذا تحدثنا عن هذا الأمر سنعرف أن ما دامت استكملت شروط الجندية الحقيقية في هذا العدد ولو قليل تحقق النصر يعني كسر المسلمون لماذا يهزمون؟ لم تتحقق شروط الجندية الحقيقية ما هي شروط الجندية الحقيقية؟ أن يكون على قلب الرجل واحد يعني العقيدة الإيمانية الداخلية وأنت تقاتل تكون على قلب الرجل واحد لذلك المسلمين في بعض المعارك التي كانت متحقق فيها معنى الإيمان الخالص لله سبحانه وتعالى وطاعة أولي الأمر طاعة أولي الأمر القادة بتاعته لذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمين إلى يوم القيامة حينما يخالف المسلمون أمر القائد يهزمون تحدثك بتشير إلى غزوة أخر نعم خالفوا أمر القائد رغم أنهم حققوا نجاح في البداية لكنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معهم فانقلب النجاح إلى هزيمة ليه؟ لو لم يهزمونا لا كان أمر الرسول لا معنى له نعم 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 سببوا إيذاء للنبي نفسه فهو درس للمسلمين إن لم نحقق الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة فيدي من شروط الجلية تحقيق طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة أولي الأمن والقادة ثالثا أن يكون على قلب رجل واحد ونحن شاهدنا بعض العلاء من الحضرمي هنا في فتح من الفتوح وقابلته نهر من الأنهار شروط الجندية متمكنة في قلوب هؤلاء الذين خلفه وهو الإيمان الخالص يملأ قلبه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومروا فإذا بهم يمشون على الماء سبحان الله فتح تونس شدة الإيمان بممكن تتحقق مع المعيزات ربنا يسخر له الكائنات الكائنات تسخر له الأرض، السماء، البحر كل الأشياء تسخر له وإذا شفنا في معركة السادس من أكتوبر العشر من رمضان المعجزات كانت تحقق معجزات يعني بهذا التكبير ما كانش ما كانش مفرغ لا، التكبير ده كان بيصنع المعجزات حينما يكبر الجندي ويقول الله أكبر بقلب خالص يعني الصاروخ يخرج يصيب الهدف على طول مباشرة إذا بواحد يقضي على كتيبة كاملة أشياء تشبه الخيار الحرب العظيمة التي ما زال يعتز بها كل مصري هل هناك محطات أخرى بتتوقف أمامها أو غزوات أو أحداث حينما؟ نحن لو وقفنا عند المعارك الفاصلة في الإسلام سنجد مثلا معركة حط دين صلاح الدين صلاح الدين والغزاء الذين أتوا أن يسيطروا على هذا المكان استرد القدس وما حوله استرد بيت المقدس واسترد المكان وجعله للجميع كان فيه طبعا عنصرية طرد فصيل بعينه المسلمين والقضاء عليهم والاستلاء على هذا المكان بقصد الاستلاء على الخيرات فقط لا غيره فطردهم ومكن الله عز وجل من طرد هؤلاء وأتاح المكان للجميع للمسلمين وغير المسلمين يمارسون العبادات كيفما شاءوا كذلك من المعارك لكم دينكم وليا دين لكم دينكم وليا دين من المعارك الفاصيلة أيضا الكليل الجندي المصري لدور كبير جدا فيها معركة عين جالوت وهجوم التطار على المنطقة الشرقية حتى أنهم دخلوا بغداد ودمروا الخلافة مكان الخلافة هم الأسقطوا الخلافة العباسين أسقطوا الخلافة العباسين وصلوا إلى بلاد الشام كان المماليك سيف الدين قطز وبيبرس فأعدوا الجيش لمجابهة هذا المد المغولي الجارف جارف فبفضل الله وبقوة إيمان هؤلاء وبهذا الجيش المقاتل بقوة عقيدته استطاعوا أن يهزموا هؤلاء ويتحروهم ويطردوهم عن هذه البلاد وتسلم مصر دائما بفضل الله سبحانه وتعالى بأهلها وجنودها وبيقينها وبإيمانها دائما المصري في وقت الشتاء تلقيه على قلب رجل واحد في كل الأزمات تلقيه يخرج ليكن على قلب رجل واحد فدي متحقق الحمد لله رب العالمين وربنا أكرمنا بها في هذا البلد العظيم أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أحمد محمود البكري الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بني جامعة الأزعب شكرا جزيلا لحضرتك كل عام وأنتم بخير والسلام شكرا موصول لكم